أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة نحييكم من رحاب مسجد حسن عباس شربتلي بالتجمع بالقاهرة الجديدة بمدينة القاهرة حيث تواصل وزارة الأوقاف أسابيعها الثقافية حيث تجوب مساجد مصر العامرة لتنشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حيث تنشر وزارة الأوقاف الفكر الوسطي المستنير وتبين سماحة الدين الإسلامي الحنيف وتنشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع إيمانا من وزارة الأوقاف لما للثقافة من أثر عظيم في ترابط المجتمع وفي الأخذ بأيدي ونهوض وطننا الحبيب مصر فها هي تتنقل من مسجد إلى مسجد ومن منطقة إلى منطقة بدأتها أي الأسابيع الثقافية من مسجد مولانا الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم مسجد الفتح برمسيس ثم مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نص ثم مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وها نحن في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد حسن عباس شربتلي بالتجمع بالقاهرة الجديدة والحقيقة تحسن وزارة الأوقاف اختيار الموضوعات التي يتحدث فيها علماؤنا الأجلاء هذه الموضوعات التي تعمل على الأخذ بأيدي أفراد المجتمع وتغرس الود والوئام والحب والسلام في المجتمع فكما ترون من خلال هذا الجدول موضوعات عدة متنوعة كلها كالفاكهة يحتاج إليها المجتمع ونحتاج إلى التحدث فيها كثيراً كثيراً لنغرس الحب والسلام والود في نفوس شبابنا وفي نفوس النشم والطفل ليرتقي هذا الوطن الحبيب وينهض ويعيش المجتمع في أمن وأمان وسلام أيها الأحبة معنا في هذا اللقاء الثقافي الإيماني الذي يدور حول موضوع هام وهو خلق الوفاء معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي ومفتهلاً فضيلة الشيخ أحمد عطوة أما الحديث فلعلم من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر ولمفكر من مفكر وزارة الأوقاف ومن قادة وزارة الأوقاف وهو فضيلة الدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب معالي وزير الأوقاف أيها الأحبة دائماً نبدأ اللقاء بأطيب الكلم وبأحلى الذكر بالقرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب شكرا للمشيطان الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألو الألو الأول ويخافون لمن شيرا إنما ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبعتم الله أكبر الله أكبر سلام عليكم بما صبرتم لهم فنعم عقب الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربي وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم من يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين حقا أيها الأحبة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه إنه القرآن الكريم هكذا استمتعنا وسمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد حسن عباس شربتلي بالتجمع بالقاهرة الجديدة بمدينة القاهرة حيث تواصل وزارة الأوقاف أسابيعها الثقافية التي تتنقل بها من مسجد إلى مسجد في مصر العامرة أيها الأحبة يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف ومن علماء مصر الحبيبة يحضر معنا فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة فضيلة الشيخ محمد الجهري مدير إدارة أوقاف القاهرة ومفتش أوقاف القاهرة الجديدة وإمام مسجد حسن عباس شربتلي فضيلة الشيخ محمد بهيك وجمع غفير من أصحاب الفضيلة وخطباء المسجد وجمع غفير من أهالي التجمع والقاهرة الجديدة جاءوا إلى هذه الرحاب الطاهرة العامرة ليستمعوا إلى القرآن الكريم وإلى العلم من أصحاب الفضيلة معنا متحدثا اليوم فضيلة الدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب معالي وزير الأوقاف أيها الأحبة إن خلق الوفاء من الأخلاق الكريمة والخلال الحميدة وهو صفة من صفات النفوس الشريفة يعظم في العيون وتصدق فيه خطرات الذنون وقد قيل إن الوعد وجه والإنجاز محاسنه والوعد سحابة والإنجاز مطره أيها الأحبة الوفاء أنواع عديدة فباعتبار الموفى به فهناك الوفاء بالوعد الوفاء بالعهد الوفاء بالعقد وباعتبار الموفى له فهناك الوفاء لله سبحانه وتعالى والوفاء لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والوفاء للمؤمنين والوفاء للناس أجمعين وللبشرية جمعاء ما أعظم هذا الخلق خلق الوفاء الذي كان يتصف به حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وسوف نستمع في كلمة العلم من عالمنا وعلمنا إلى ذلك إن شاء الله تعالى ولكن أحباب رسول الله موقف موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الوفاء وهو وفي للسيدة خديجة رضوان الله عليها كانت هناك امرأة عجوز عندما تأتي لحبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يهش لها الحبيب المصطفى بل جاء في الحديث إنه كان يبسط لها رداءه لتجلس عليه هذه المرأة فتعجب السيدة عائشة فيقول لها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا أيام خديجة انظر إلى الوفاء انظر إلى وفاء الزوج لزوجته حتى بعد مماتها المشهد الثاني أحباب رسول الله لأترك الكلمة لعلم من أعلام الدعوة الإسلامية في مصر الحبيبة ومن أعلام مفكري وقادة وزارة الأوقاف المشهد الثاني عندما دخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة كل الناس يحب أن يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ولكن ماذا قال لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم اضربوا لي خيمة أمام قبر خديجة وفاء لها صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله مع خلق الوفاء نستمع الآن إلى كلمة العلم من فضيلة الدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أحبابه وبعد فأهلا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل وفي رحابه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية نعلم جميعا أن ديننا دين الأخلاق ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي الأخلاق ورسالة الإسلام رسالة أخلاق بل إن الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم هي الأخلاق كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق ومن عظيم الأخلاق التي حثنا عليها ديننا وأمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى خلق الوفاء والوفاء معناه التزام أعطيت إنسانا كلمة لا بد أن تلتزم بها حررت عقدا مع غيرك لا بد أن تحترم هذا العقد فالوفاء التزام هذا الخلق العظيم قيمة دينية إنسانية عظمى قيمة عظيمة يتأمل الإنسان فيها في هذه الكلمة كلمة الوفاء ومعناها ومعناها وما يترتب عليها من آثار تعود على المجتمع كله بالنفع والمحبة فهذا الخلق العظيم يقوي وينمي أواصر المحبة بين أفراد الأسرة الواحدة ثم بين أفراد المجتمع كله خلق الوفاء خلق الوفاء هو شعبة من شعب الإيمان بالله عز وجل كيف؟ المؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقة إيمانه وحقيقة إيمانه لابد وأن يكون وفيا لأن الوفاء ضده الغدر والخيانة والغدر والخيانة من صفات من؟ من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان في رواية ثانية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إلى غير ذلك من الأحاديث نخلص من هذا كله أن المؤمن لا بد وأن يتخلق بهذا الخلق لأن ضده من صفات المنافقين الوفاء أدب رباني وخلق نبوي وسلوك إنساني ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة عظم هذا الخلق ومن أوفى بعهده من الله فهو سبحانه وتعالى أوفى الأوفياء خلق الوفاء اتصف به جميع الأنبياء وإبراهيم الذي وفى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعدي وكان رسول النبي رسولنا صلى الله عليه وسلم كان من أخص خصائصه ومن أعظم صفاته الوفاء ذكر أخونا الدكتور أحمد القاضي نموز جيني من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في وفائه لأهله ووفائه مع جيرانه ووفائه مع أصحابه ووفائه حتى مع أعدائه الذين لم يؤمنوا به ولم يصدقوا برسالته ضرب معهم مثلا أعلى في الوفاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبادة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله عبادة بن الصامت أو على ما أتذكر أحد الصحابة لا أتذكروا الإسم حقيقة أحد الصحابة يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة بدر أو أثناء معركة بدر ويقول يا رسول الله لقد أخذنا المشركون وأخذوا علينا عهدا ألا نحارب معك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجعوا فإنا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله تبارك وتعالى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة حتى مع الأعداء لو أن إنسانا آخرا فكانت له فرصة مسلم يحارب كافراً لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطينا الدرس بأن نلتزم بهذا الخلق العظيم حتى مع الأعداء فإذا كانت هذه أخلاق نبي الإسلام مع عدوه أو مع أعدائه فكيف كانت خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع أصحابه ومع جيرانه ضرب أنموزجاً عظيماً في كل مجال من هذه المجالات مع نسائه ضرب نمازج كثيرة لأنه قال صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان حين يلتزم الإنسان بوعده أو حين يفي الإنسان بعهده فهذه قمة الإيمان بالله عز وجل من أنواع الوفاء كما ذكر دكتورنا العظيم الوفاء مع الله والوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والوفاء مع النفس والوفاء مع جميع الناس الوفاء مع الله لابد أن تلتزما بما أمرك الله عز وجل به وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرعبون لابد أن نتق الله عز وجل في العبادة وفي الطاعة وفي الكلمة لابد أن نستعين بهذا الخلق العظيم في كل قول وفي كل عمل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أمر من الله عز وجل أن نلتزم بالوفاء بالعهد إذا عاهدتم بمعنى إن أردت أن تعطي عهداً فيجب عليك الالتزام به إن حررت عقداً لابد أن تحترمه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً جعلتم الله سبحانه وتعالى شاهداً على كلمتكم وشاهداً على التزامكم وشاهداً على عهودكم فالتزموا بالوفاء بالعهد ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا العهود ولا تكونوا من الغادرين ولا تكونوا من المنافقين ولا تكونوا من الخائنين لأن هذه صنصفات المنافقين كما تحدثنا عن أنواع الوفاء وقلنا إنه أنواع أربعة الوفاء مع الله عز وجل والوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والوفاء مع النفس والوفاء مع جميع المسلمين وقلنا إن الوفاء مع الله سبحانه وتعالى معناه أن تخلص العبادة لله عز وجل أن تجدهد في طاعتك وفي عبادتك بإخلاص لله سبحانه وتعالى وإلا فالعبادة لا قيمة لها فالإخلاص أساس قبول الطاعة فمن أخلص لله في عبادته وفي طاعته فقد وفى مع ربه وربنا سبحانه وتعالى يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم العهد مع الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة الخالصة والمخلصة لله رب العالمين الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه وبتقديم حبه على حب غيره وفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله ربه ليخرجنا من الظلمات إلى النور فمن الوفاء أن نقدم حبه على حب غيره أن نقدم حبه حتى على حبنا لأنفسنا وأهلينا وأولادنا لأنت أحب إلي إلا من نفسي سيدنا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك سيدنا عمر يقول له الآن يا رسول الله لأن تحب إلي من نفسي يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاءك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب منك حبه وطاعته والالتزام بسنته والتمسك بأقواله وفي كل سنته صلى الله عليه وسلم الوفاء مع النفس المؤمن بطبيعته أن يكون صادقاً مع نفسه لأن الإنسان إذا كان كاذباً مع نفسه فلن يصدق مع غيره إذا كان الإنسان كاذباً مع نفسه فلن يصدق مع ربه ولن يصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولن يصدق مع أحد من البشر لأنه يكذب مع نفسه فطبيعة المؤمن أن يكون وفياً مع نفسه بمعنى أن يكون صادقاً مع نفسه حين يجلس مع نفسه جلسة لا بد أن يكون صادقاً مع النفس فإن كان صادقاً مع نفسه تأكد أنه سيكون صادقاً مع ربه إن كان صادقاً مع نفسه فسيكون صادقاً مع نبيه صلى الله عليه وسلم إن كان صادقاً مع نفسه فيكون صادقاً مع جميع المجتمع لأن من صفاته الصدق وهذا هو الوفاء مع النفس أن يكون الإنسان صادقاً مع نفسه النوع الرابع وهو الثمرة للأنواع الثلاثة ثمرة الوفاء مع الله وثمرة الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وثمرة الوفاء مع النفس هو الوفاء مع جميع المجتمع الوفاء مع الناس إذا أثر فيك وفاءك مع ربك ووفاءك مع نبيك صلى الله عليه وسلم ووفاءك مع نفسك كانت النتيجة أن تكون وفياً مع جميع الناس لأن هذه هي الثمرة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى بقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الثمرة والنتيجة أن يكون الإنسان وفياً صادقاً مع جميع الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عطل تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فكيف يكون المجتمع متماسكاً متحاباً متواداً وبينهم خائن أو وبينهم غادر أو وبينهم من لم يلتزم بأمر الله عز وجل بالصدق ويلتزم بأمر الله عز وجل بالوفاء فحريٌ بنا أيها المسلمون أن نتخلق بهذا الخلق العظيم أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون من صفات المتقين حتى نكون من صفات أصحاب العقول أن يرى الذين وصفهم الله بقوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق حريٌ بنا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم حتى يشملنا ربنا سبحانه وتعالى برحمته وعنايته وأن يجعلنا من الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى كلمة العلم من فضيلة الدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب معالي وزير الأوقاف ونحن ننقل لحضراتكم من هذه الرحابة الطاهرة هذا اللقاء الثقافي الإيماني وقد حدثنا فضيلة الدكتور نوح العسوي عن أنواع الوفاء وركز على الوفاء لله عز وجل والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والوفاء للناس جميعا لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء ليطمئن العالم أجمع لا لينشر الذعر والإرهاب إنما جاء رحمة للبشرية جمعاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حدثنا فضيلة الدكتور نوح العسوي عن وفاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين أيا كانت ديانتهم لأنه جاء حبيبنا رحمة للعالم أجمع لم يقل المولى سبحانه وتعالى وما أرسلناك رحمة إلا للمسلمين أو إلا للمؤمنين إنما قال إلا للعالمين الإنس والجن المسلم وغير المسلم حبيبكم صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالم أجمع فرسالتنا أحباب رسول الله والتي تحرص عليها وزارة الأوقاف تحت رعاية قائدها معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هي نشر الوعي الثقافي ونشر الفكر الوسطي المستنير الحضاري الذي يستمد مادته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله الذي أمرنا أن نقول للناس حسنى لم يقل وقولوا للمؤمنين حسنى ولا قولوا للمسلمين حسنى إنما قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنى أمر من الله أن ننشر الوئام وأن ننشر السلام وأن ننشر الحب في العالم أجمع لا زعر ولا إرهاب من ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رزيلة تحية إجلال وتعظيم إلى وزارة الأوقاف والقائمين عليها في حسن اختيار تلك الموضوعات الثقافية التي ما أحوج المجتمع إليها اليوم كان حديثنا حول خلق الوفاء وكما استمعنا من محدثنا وعالمنا الجليل علم من أعلام الدعوة في بلادنا الحبيب مصر التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه وأن ينصرها بنصره وأن يرزقها برزقه وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرقاء وعلى سائر بلاد العالمين حدثنا عالمنا الجليل عن خلق الوفاء وما أحوجنا إلى ذلك الخلق الذي ينشر الحب وينشر الوئام وينشر السلام بين أفراد المجتمع أيها الأحبة من هنا من رحاب مسجد حسن عباس شربتلي بالتجمع بالقاهرة الجديدة نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال سائلين الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة سائلين الله لوطننا الحبيب الرفعة والعلو والتقدم نضرع إلى الله بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عطوة لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عليها نحيها وعليها نموت وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح سدورنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا يا رب صوت الوجود صوت الوجود على النبي ينادي ما مثل نورك في الورى ما مثل نورك في الورى يا هادي فالشمس من نور المقام ضياهها فالشمس من نور المقام ضياهها ضياهها ولروضة المختار نور بادي صوت الوجود صوت الوجود على النبي ينادي ما مثل نورك في الورى يا هادي فالشمس من نور المقام فالشمس من نور المقام فالشمس من نور المقام يا رسول الله في عين من يهوى الرسول بقلبه في عين من يهوى الرسول بقلبه وصلاته 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 في القلب طير شادي وبيا النعيم وبيا النعيم نعيش فيه بروحنا ونحس ذكر المصطفى كالزادي في عين من يهوى الرسول بقلبه وصلاته وصلاته في القلب طير شادي يا رسول الله يا نورا تجلى في الظلمات وأضاء وأضاء بمولده الأرض والسماوات سبحانه في عناه سبحانه في عناه أعطاه فضائل أعطاه فضائل أعطاه فضائل أعطاه فضائل ما أعطاه لسواه سبحانه في عناه أعطاه فضائل أعطاه فضائل أعطاه فضائل أعطاه لسواه أعطاه فضائل أعطاه فضائل أعطاه فضائل أعطاه فضائل أعطاهة ماذا يزيده مدحنا وثنى والله بالقرآن والله بالقرآن قد ذكى سبحانه في علا أعطاه فضائل أعطاه فضائل ما أعطاه لسوى أنت الذي حن الجماد لعطفيه والجزع بكى شوقا للقاء سبحانه في علا أعطاه فضائل ما أعطاه لسوى النبي صل عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنب وأساء أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد عطوى وقد كانت خير ختام لهذا اللقاء الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من رحاب مسجد حسن عباس شربتلي بالتجمع بالقاهرة الجديدة بمدينة القاهرة ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف في عهد فقامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة كان معنا اليوم قارئا فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي ومتحدثا فضيلة الدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب معالي وزير الأوقاف والذي حدثنا اليوم عن خلق الوفاء واختتمنا هذا اللقاء بهذه الأدعية والابتهالات قدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد عطوة وغدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء من داخل هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد حسن عباس شربتلي أيها الأحبة حضر معنا هذا اللقاء السقافي كوكبة من علماء وزارة الأوقاف يتقدمهم فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة وفضيلة الشيخ محمد الجهري مدير إدارة أوقاف القاهرة ومفتش أوقاف القاهرة الجديدة وإمام المسجد فضيلة الشيخ محمد بهيك وسادة الأساتذة خطباء المسجد ومجلس إدارة مسجد حسن عباس شربتلي وجمع غفير من أهالي التجمع وأهالي القاهرة الجديدة جاءوا للاستماع إلى آيات الله البينات وللاستماع إلى كلمة العلم والأدعية والابتهالات تحية لوزارة الأوقاف وإلى وزيرها معالي وزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة على تنظيم هذه اللقاءات الثقافية التي تنشر الوعي وتنشر الفكر الوسطي المستنير الحضاري بين أفراد مجتمعنا الحبيب نسأل الله لبلادنا الحبيب مصر كل كل القير وأن ينزل الله عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء وعلى سائر بلاد العالمين اللهم آمين إلى أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته